نحن اليوم بصدر تكملة المشاريع اللي قمنا بها في مشروع زلطن لإقامة مشروع تعليم الزيت والمعاصر أيضا اليوم جئنا لمنطقة ترهونة بنا على دعوة المز البلدي ترهونة وطلعنا على المشاريع على شجرة الزيتون اللي موجودة في ترهونة ما شاء الله تبارك الرحمن تفوق أكتر من 2 مليون شجرة زيتون مما يؤدي إلى إقامة مشاريع تنموية لعصر الزيت وتعليم الزيت ونضاهي به زيت الليبي لجميع العالم نغد السوق الوطني وكذلك السوق العالمي هذا بالنسبة إلى مشروع الزيت أيضا الوكالة الليبية للتنمية والاستثمار تسعى إلى إقامة عدة مشاريع أخرى تنموية في حالة ما توفرت لدينا المعلومات من المجلس البلدي وحاجة المجلس البلدي ترهونة لإقامة مثل هذه المشاريع نحن بصدد التشجيع المستثمر الوطني بالدرجة الأولى وكذلك المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى إقامة مشاريع تنموية في ليبيا إن شاء الله تعالى المستقبل زهر نحن نهدف إلى القضاء على البطالة بالدرجة الأولى وكذلك تشجيع الفلاح الوطني لإقامة وينتاج هذه الشجرة المباركة نتأمل خير ونتواقع خير إن شاء الله نسعى إلى النهضة والتطوير والإنتاج والتقنية والتكنولوجيا إلى كل مناطق ليبيا بحول الله تعالى شكرا للمشاهدة